موسيقى موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدية الأزمة القضائية الإسرائيلية تتشعب توتر متنقل من تل أبيب إلى بروكسل ونتنياه يبحث عن دسوية وراء الكواليس هل ينجح؟ السعودية تتوقع استثمارات قريبا في إيران وشمخان إلى الإمارات كيف يرفع اتفاق بكين رصيد الأرباح في المنطقة؟ بعد دوتشيفلي فرانس فانتكاتر تصرف من العمل صحفية عربية وتنذر ثلاثة آخرين بتهمة معادات السامية نحو تفريغ الإعلام الغربي من الداعمين للقضية الفلسطينية محتلون يطرقون علم الذكاء الاستناعي من أوسع أبوابه كيف نتجنب الوقوع في فق السرقة عبر المنصات الإلكترونية؟ بلا مقدمات تغيرت جداول الأعمال في تل أبيب نتنياه أرجأ زيارته برلين بضع ساعات وحليفه إسرائيل سموتريتش قطع جولاته الخارجية تعددت الأسباب ما بين الأمن والسياسي لكن الثابت أن الأزمة بلغت أشدها في زمن هو الأخ أكثر خطرا على المستوى الأمن الإسرائيلي مذو حرب العام 73 كما وصف الموقف رئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت وراء الكواليس يبحث نتنياه عن إبرة خلاص في كومة التحديات من خلال اتصالات يجريها نيابة عنه وزير الشؤن الاستراتيجية رون درامر أما المعارضة فتضع ثقلها في الشارع الذي حشدته منذ أيام رفضا لخطة الحكومة الضغط على نتنياه ليس أسير الشارع في الأرض المحتلة بل اتسعى ليشمل دولا أوروبية عديدة تحركات لإسرائيليين في باريس ولندن وأخرى يتم التحضير لها في برلين التوتر بلغ بروكسل فبحسب وسائل إعلام إسرائيلية رفضت تل أبيب استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على خلفية ما تسميه تدخلا أوروبيا في شأنها الداخلي النتيجة يلخصها زعيم حزب إسرائيل بيتنا بأربع كلمات إسرائيل عزلت عن العالم أمام هذه المشهدية سوف نطرح اليوم سؤالين رئيسيين أولا ما حظوظ نتنياهو في التوصل إلى تسوية مع المعارضة التي راكمت المزيد من أوراق القوة وثانيا ماذا بعد اتساع رقعة الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية من شوارع الأراضي المحتلة إلى الخارج نجيب عن هذين السؤالين وغيرهما من الأسئلة مع ضيف المشهد الساخن من حيفة دكتور انطانوس شحادي مدير وحدة دراسة السياسات في مركز مدى الكرمل دكتور مساء الخير وأهلا بك معنا إذا المشهد الداخلي الإسرائيلي يتطور التعديلات على أو عفوا الاحتجاجات على التعديلات القضائية تتوسع ولم تتوقف على مدى أشهر واليوم أراد المحتجون قطع الطريق أمام بن يمين نتنياهو وأرادوا منعه من السفر إلى ألمانيا وهذه سابقة طبعا لماذا تطورت الأمور بهذا الشكل؟ ما الذي يجري؟ مساء الخير إلا كلا كافة المشاهدين طبعا نحن نتحدث عن الأسبوع تقريبا العاشر أو الحادي عشر الآن لإحتجاجات مستمرة في الشارع الإسرائيلي ضد خطة القضاء أنا أسميه القضاء على سلطة القضاء في إسرائيل لأن الشارع الإسرائيلي المعارض العملية اللي كان مهادم في السنوات الأخيرة لليلين استوعى بالآن مدى خطورة هيمنة اليمين على صناعة القرار في إسرائيل اليمين يريد أن يستغل الفرصة لأنه يعني يرى أن هناك قرصة ذهبية لليمين لبسط هيمنته وسيطرة على كافة يعني مؤسسات صناعة القرار في إسرائيل بعد أن هيمن على الكنيسة والسلطة التنفيذية الحكومة بقيت من وجهة نظر اليمين الإسرائيلي ردع وضبط تصرف القضاء في إسرائيل اليمين يريد حرية مطلقة في اتخاذ القرار في إسرائيل خاصة في القضايا الجوهرية اللي خلافية إلى حدا ما منذ يعني إقامة دولة إسرائيل وخاصة منذ التسعينيات في القضية الفلسطينية عمليا إنهاء أو إغلاق منف القضية الفلسطينية بدأ عنه لا يوجد احتلال ضم مناطق جيمة إسرائيل هوية الدولة طابع الدولة علاقة الدين والدولة أن تكون دولة أكثر دينية قمع الحريات الفردية وعمليا تغيير طبيعة ووضع المعارض أو الشارع المعارض يعني فهم مدى خطورة هذه الموضوع حتى على مستوى الأفراد على حياة اليومية على قمع الحريات على الاقتصاد على مكانة إسرائيل في العالم على تحكم الدين في الحياة اليومية في إسرائيل لذلك خرج إلى الشارع يعني القضية عميقة جدا هناك تصدع كبير في المجتمع الإسرائيلي وخلاف حاد على الهيمنة بين مشروعين مشروع اليمين المتطرف الديني المسياني وما تبقى من مشروع صهيوني علماني ميبرالي إلى حد بعيد القضية جدية والصراع المتطرف وعميق دكتور مذو قليل حضرتك تقول أن اليمين المتطرف يريد استغلال هذه الفرصة ولكن هذه الفرصة أدخلت البلاد في مشاكل كثيرة والأمور تتطور بشكل كبير والبعض يتحدث عن قرب الوصول إلى حرب أهلية داخل المجتمع الإسرائيلي من المعروف أنه تم التصويت في الكنيسة لصالح مشروع القانون المقترح في القراءة الأولى وهو بحاجة لقراءتين أو الموافق على قراءتين أخرين ليدخل حيث تنفيذ ما هي خطورة هذا التصويت وتجاهل اليمين المتطرف لكل هذه المعارضة الإسرائيلية لهذه التعديلات القضائية ما الذي سيواجهه المجتمع الإسرائيلي جراء ما يجري التدعيات برأيك إلى أي حد يمكن أن تصل أنا قصدت بالنسبة للفرصة التاريخية من منظر اليمين أنه لدي حكومة يمين صرف تعتمد على 64 عضو كنسة من معسكة بنتنياهو لا تعتمد على أي حزب من خارج معسكة بنتنياهو هذا لم يكن من 2009 لغاية الآن لذلك هو يعتقد أنه لديه قرصة في تنفيذ سياساته وترجمة الدعم الكبير الذي كان يحظ عليه في الشارع الإسرائيلي إلى سياسات فلذلك طرح خطة طموحة جدا التعديلات القضائية أو القضاء التورة القضائية هي تغير حقيقة مبنى النظام في إسرائيل وتقاسم القوى بين النظام ولم يكن يتوقع ردة الفعل هذه من الشارع المعارضة الشارع المعارض سبق أحزاب المعارضة اليمين أعتقد أنه سيكون هناك بعض الاحتجاج داخل الكنيسة المعارضة التقضية داخل الكنيسة ولكن لم يتوقع هذا الإنقلال في الشارع الإسرائيلي أن يخرج مئات ألاف الإسرائيليون على مدار عشر أسر ما سر هذه المفاجأة دكتور؟ وهذا لم قلع هو عملياً الاستعاب المعسكر المسمي الصهيوني العلماني الليبرالي أن هناك كسر عظم في إنهاء للصراع التخريفة وأنه سيخسر في هذه المعركة وإذا نجح اليمين بسن هذه القوانين إسرائيل بالنسبة له ستتغير المعسكر الصهيوني الليبرالي العلماني يتعامل مع إسرائيل كدولة دموقراطية ومن يهدد هذا الدموقراطية الآن هي خطة لفين أو خطة نتناهو في نهاية المقار هذا سيؤثر على أسلوب حياة اليومية في تل أبيب والمنكز الاقتصادي ثانياً سيلحق ضرر كبير بالغ في الاستثمارات الخارجية في إسرائيل في مكانة إسرائيل الاقتصادي اليسار الصهيوني استوعى بأن هذا سيلحق ضرر في مكانة إسرائيل إسرائيل ستصبح دولة منبوذة في أوروبا وفي الولايات المتحدة هذا الدعم التقنيد الإسرائيل كانت تحصل عليه سيتراجع حتى في الجوانب الأمنية هناك خطر وفي تناسف المجتمع الإسرائيل وهو جزء من مركبات الأمن القومي هذا يشكل خطر لذلك ردة الفعل كانت على مستوى تهديد هذه الخطة للنظام التقليدي في إسرائيل اللي من بداية تصليل ولكن تحديداً منذ ما يسمى الثورة القضائية بعد سن قوني الأساس في منتصف تسعينيات القرن دكتور في ظل كل هذه الأجواء هل مازال بن يمين تنياهو يملك خيار التسوية مع المعارضة برأيك سيضطر إلى تقديم تنزلات للمعارضة ما هي الخيارات أمامه لمحاولة امتصاص غضب الشارع وتهدي أجبهة المعارضة في ظل الحديث خاصة عن مقترح تسوية الذي تقدم إلى الكنيسة هل يمكن أن ينجح برأيك أي تسوية لا تحافظ على الحد الأدنى من الخطة أو من التعدلات سيضحق ضرر بحكومة نتنياهو نتنياهو مقتنى تماماً أنه أي تسوية ستلحق ضرر بحكومته وربما على تماسك هذه الحكومة لكن يعي من جانب آخر أنه لا يمكن استمرار بخطة اليوم يعني كل المركبات الحكومة تعي أنه لا يمكن تمرير هذه الفطة في الكنيسة في القراءة الثانية والثالثة هذا ضمار على التماسك والوحدة الداخلية وعلى طبيعة دولة إسرائيل من يعطي الآن السلة من نتنياهو هو رئيس الدولة من يقترح الآن خطة أو حل وسط هو رئيس الدولة ولكن بشرط أو نتنياهو يتعامل معه أنه يكون التسوى بين التحالف وبين رئيس الحكومة الدولة وليس مع حركات الاحتجاج نتنياهو لا يريد أن يظهر بمظهر وكأنه تنازل لحركات الاحتجاج هو مستعد أن يعطي بعض التنازلات لرئيس الدولة بصفته الرسمية وصفته يعني يمثل كافة المجتمع في إسرائيل هذا أسأل لنتنياهو ونتنياهو أكثر ما أزعج نتنياهو هو رد الفعل الجهاز الاقتصادي أو المنظومة الاقتصادية التراجع في قمة الشيكل صحب الاستثمارات وهروب الودائع من إسرائيل والساحة الدولية يعني هذا تضح إسرائيل هشة ويعني تتأثر من الضغط الدولي في هذا الجانب نتنياهو كان في زيارة إلى خارج البلاد إلى إيطاليا واليوم سيذهب إلى ألمانيا وتوقع له ردود فعل قاسية جدا طيب على كل حال تم إرجاء هذه الزيارة إلى ألمانيا بضع بالحديث عن هذه الزيارة نتحدث أكثر عن هذه الزيارة دكتور انطانس سحادي ما المنتظر من جولة رئيس الوزراء هذه والذهاب إلى ألمانيا هو طبعا سيبحث مع الجانب الألماني عدة ملفات من ضمنها ملف الإصلاح القضاء على كل حال هذه التعديلات انتقدتها الحكومة الألمانية وأيضا الرئيس الألماني ماذا في نتائج هذه الزيارة برأيك ما الذي سيستطيع يحصله نتانياهو خلال زيارته أول شيء يعني تأجيل أو تأخير زيارة أو صفر نتانياهو بعدة ساعات وللمحاولة للوصول التفاهم ما مع رئيس الدولة بالنسبة للخطة القضاء على القضاء ولكن أيضا بسبب الحالة الأمنية بعض القضايا الأمنية ولكن نتانياهو لم يناقش الموضوع القضايا الداخلية وخطة يسميها الإصلاح القضاء مع المستشار الألماني لكن سيسمع نقضه لذلك هو يفضل يفضل أن يعني يسافر بعد أن يكون هناك صيغة توافقية أو أن يصل إلى توافقنا مع رئيس الدولة ومن ثم يسافر هذا يقلل من الانتقاضات تجاه الحكومة الزيارة سيكون لها أبعاد أمنية مثل باقي منظومة حيتس الألمانيا صفقة أمنية كبيرة جدا 3 مليار دولار الحديث عن 3 مليار دولار والعليقات التاريخية بين إسرائيل وألمانيا لكن طبعا هو يحاول أن لا تكون انتقاضات في جانب الخطة القضاء لذلك يعني يفضل أن يصل إلى تفاهمات مع رئيس الدولة قبل الصفر هذا سيقلل من حتى من حدة الاحتجاج المتوقع يكون أيضا احتجاج في برلين ضد الزيارة من إسرائيليين على كل حال احتجاجات دكتور لن تقصر على الداخل الإسرائيلي إذا كانت هناك دعوات أيضا إسرائيلية في ألمانيا وبريطانيا ودول أخرى لتضاهر رفضا لنتنياهو وخطته في عدة دول على كل حال أيضا لهذا المشهد المرافق لنتنياهو حتى خارجيا دلالة دكتور طبعا هذا يؤكد أن هذه الخطة في حال نجح اليمين في تمريرها أنه أيضا الدول الغربية فهمت ماذا الضرر أو خطورة هذه الخطة في قضية الاحتلال لأن نساعدها الحكومة ستحاول إنهاء ملف الاحتلال بفرض الأمر الواقع دون المعارض المضعيف في هذا الجانب الجانب القضية الفلسطينية والاحتلال في شبه إجماع كان لغاية الآن ربما كل الاحتجاجات أعادت فتح ملف أيضا النقاش حول الاحتلال لذلك وأيضا في اتجاه هوية إسرائيل وتعاملها مع المجتمع الفلسطيني في الداخل يعني أن تتحول إسرائيل إلى دولة غير دموقراطية شبيهة إلى حد كبير بالنظام الفصد العنصر الأفارد هذا قد يؤدي إلى أيضا عقوبات خارجية وعقوبات دولية على عقوبات دولية على إسرائيل يعني يكون ممجوذة يكون مقاطعة في مجال الفن الرياضة الثقافة والاقتصاد هذا يهدد يعني من معالم أو أدوات الأمد القومي الإسرائيل طيب دكتور بالحديث عن الخارج كيف تتوقع أن تتطور العلاقة بين تل أبيب وبريكسيل خاصة بعد هذا الرفض الإسرائيلي لزيارة ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جزيب بوريل لزيارة إسرائيل على خلفية انتقاداته الأخيرة طبعا وحديثه عن تدهور الديمقراطية في إسرائيل وأيضا بسبب ما تقول إسرائيل أنه يساوي بين المقاومة الفلسطينية والأعمال الجيش الإسرائيلي عادة علاقات بين إسرائيل وبريكسيل والإتحاد الأوروبي شهدت العديد من التوترات لم تكن علاقات مثل الإدارة الأمريكية هذا مستوى التنصيق الاستراتيجي إسرائيل تتعامل مع الدول الأوروبية كدول ضاغطة على إسرائيل مع المتدعمها في كافة الحلقة ولكن حتى هذه الانتقادات القليلة تجاه إسرائيل إسرائيل لا ترغب بها خاصة من أطراف الدول الغربية والإتحاد الأوروبي إتحاد الأوروبي فرد بالصابق حضر على المنتجات المستوطنات الإتحاد الأوروبي ماذا يدعم إقامة دول الفلسطينية وحل الدولتين يدعم المصار السياسي إسرائيل منزعجة بشكل طبيعي من مواقف الإتحاد الأوروبي وربما الآن بسبب أيضا هذا المواقف الأمواطية ضد قطة التعديلات يسموها والثورة على القضاء طبعا إسرائيل تحاول أن تمنع هذه الانتقاضات وتروض إلى حد من الانتقاضات تحديدا من التحدي دكتور على كل حال ندخل أكثر في البعد الاقتصادي لهذه الأزمة أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سنتابع هذا العرض إذن بمعزل عن الارتدادات السياسية والأمنية ثم تبعد اقتصادي لأزمة التعديلات القضائية يتناولها مقال في صحيفة طارد لرؤوس الأموال بحسب الصحيفة جرس الانذار هذا دقه قرار عيدو قال مؤسس ومدير شركة ريسك فيد سحب نصف مليار دولار إلى الخارج خشية التعديلات القضائية صحيح أن هذا الرقم يمثل ربعا في المئة فقط من احتياطات العمولات الأجنبية في الاحتلال لكنه يؤشر إلى اتجاه مقلق للاقتصاد الكل ريسك فيد هي ثالثة في قطاع الهاي تك أو التكنولوجيا الفائقة التي تعلن سحب أموال لها أو تصفية نشاطاتها ففي شهر الماضي أعلن مؤسس شركة فربيت التي تزيد قيمتها على ملياري دولار أنه يخطط لمغادرة إسرائيل وقبله أعلنت شركة بابايا جلوبيل أنها قررت سحب جميع أموالها ومجال الهاي تك أحد أعمدات الاقتصاد الإسرائيلي إذ شكلت صادراته العام 2021 أكثر من 50% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية خطر هروب الشركات بحسب المقال لا يقتصر على الرافضين لخطة بلد داعمين لها لأن أموالهم على المحك والنتيجة ستلمس في نحو خمسة قطاعات رئيسة بحسب المقال الذي يبني على تجربة الأزمة المالية التي حدثت في الثمانينيات أهم الانعكاسات ستكون على مستوى البطالة وقطاعي التعليم العام والبنية التحتية وميزانية الجيش نعود إلى ضيف المشهد الساخن من حيفا دكتور مطانوس شحادي دكتور اقتصاديا كيف يمكن أن تتضرر إسرائيل مع هروب رؤوس الأموال والشركات بسبب كل هذه الأزمة الداخلية ضرر كبير جدا قد يكون أحد الدوافع ربما للوصول إلى تفاهمات أو تخفيه من وطأ تنفطة هو الجانب الاقتصاد الاقتصاد الإسرائيلي اليوم اقتصاد معولا منذ التسعينيات الاقتصاد الإسرائيلي يستند إلى الاستثمارات الخارجية خاصة في قطاع الهايتك القطاعات التقليلات الحديثة كغالبية الشركات كبريات للشركة العالمية لديها يعني فروع في إسرائيل وبحث وتطوير وإنتاج في داخل إسرائيل وغالبية الاقتصاد الإسرائيلي الآن مبنية على قطاع الهايتك اللي يشكل قرابة 25% من دفع الضرائب في إسرائيل و50% مثل ما ذكرته من الصدرات الإسرائيل فأي خلل في هذا القطاع سيؤدي بشكل أمواج تؤثر على كل الاقتصاد الإسرائيلي تراجع في الاستثمارات سيؤدي إلى البطالة نعم وإلى هروب الأدمغة من إسرائيل ونقل الشركات إلى الخارج وأمام هذا الواقع نقل مصانع نقل مصانع إنما نقل انتقال أبراد يحمل الحسوب وينتقل للعمل من أي دولة أوروبية هذا يهدد كل الاقتصاد الإسرائيلي والهيار الشيكل وطبعا تراجع مزانية الدولة أيضا في هذا دكتور أمام هذا الواقع مع هروب رؤوس الأموال هل ستستطيع الحكومة الإسرائيلية محو كل هذه الهواجس الموجودة لديهم جراء هذه الأزمة طبعا لمنع باختصار لو سمح الدكتور لا لا بتاتا الحكومة إذا استمرت في هذا المصار وفي الخطة لا تستطيع أن تقنع رؤوس الأموال ولا الشركات العالمية ولا حتى شركات تدريج الإتمان هذا سيؤثر أيضا على انخفاض إتمان أو درجة إتمان إسرائيل سيزيد من الفوائد البنكية على قروض الدولة وهذا سيؤثر سلبا على كل الاتصاد على البطالة على التشغيل مستويات الدخل الناتج المحلي فالأزمة ستكون أزمة اقتصادية كلية في حال استمرت في هذا المهج شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا دكتور انطانس شحادي مدير وحدة دراسة السياسات في مركز مدى الكرمل كنت معنا من حيفا في مشهدنا السياسي نتوقف عند التطورات المتسارعة في المنطقة إثر الاتفاق السعودي الإيراني في بكين أبرزها هذه المرة مع زيارة التي يجريها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي الشمخاني إلى أبو ظبي حيث يلتقي مسشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد اقتصاديا كان لافطا إعلان وزير المالية السعودي محمد جدعان أن الاستثمارات السعودية قد تنمو بسرعة في إيران بعد الاتفاق واستئناف العلاقات الدبلوماسية وذلك خلال مشاركة له في مؤتمر القطاع المالي ودوره في تمكين المشاريع المحلية والدولية نحن نلتزم بمبادئ الاتفاقية وأعتقد أن الأمور تسير بسرعة القيادة أوضحت رغبتها في أن تكون المنطقة مستقرة وقادرة على توفير احتياجات الشعوب والاستمرار والازدهار إيران دولة مجاورة وهي جارتنا منذ مئات الأعوام ولا أرى أي معوقات تمنع من تطبيع العلاقات وصولا إلى الاستثمارات حول هذا مشهد معنا من طران الكاتب والوحلل في الشؤون السياسية حسين روي روان أستاذ حسين مساء الخير وأهلا بك معنا ما كان قد تعهد به سابقا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فيما يتعلق بتحسين العلاقة الإيرانية مع دول الجوار ولسيما الدول الخالجية يحدث اليوم تطورات متسارعة منذ توقيع الاتفاق الإيراني السعودي في بكين يوم غد يصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني إلى الإمارات وسيلتقي نظيره الإماراتي هناك وفد إيراني أمن اقتصادي أيضا بكلام إجابي من وزير المالية السعودي عن الاستثمارات السعودية في إيران هل سنكون أمام انفتاح ملموس وسريع على الدول الخالجية في هذه الفترة وبالتالي كل الأجواء الآن ما هي إلا البداية بعد فترة سنرى المزيد من التطورات والأجواء الإيجابية أيضا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وللمشاهدين الكرام نعم يعني إيران تريد أن يكون هناك انفتاح أكبر على كل دول المنطقة وقد تكون السعودية كأكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي هي البداية وستؤثر يعني سيؤثر الاتفاق معها على باقي دول المنطقة رغم أن يعني علاقات إيران بالإمارات هي كانت جيدة وكان هناك يعني تفاهمات وزيارات متبادلة وأساسا زيارة السيد علي شمخاني إلى الإمارات هي جاءت بعد زيارة طحنون بن زايد قبل سنة إلى إيران وفي تصوري أن هذا الوفد الذي يرافق السيد شمخاني وفد سياسي أمني اقتصادي ومالي في نفس الوقت هو يعكس أن يعني الأهداف من هذه الزيارة متعددة الوجوه سياسيا وأمنيا واقتصاديا طيب أستاذ حسين ما قاله وزير المالية السعودي عن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعا وأنه لا يرى أي عوائق كيف سيستكمل عمليا تعزيز هذا الجانب الاقتصادي بين إيران والسعودية الآن ما دللاته وما أهميته بالنسبة لطهران يعني أولا أمريكا عندما فرضت العقوبات أرادت عزل إيران وعندما اتفقت إيران مع السعودية برعاية صينية هي أرادت كسر هذه السياسة الأمريكية التي تحاول عزل إيران كيف يمكن تثبيت هذه السياسة يمكن تثبيت هذه السياسة من خلال إيجاد آليات جديدة للتعاون بعيدا عن العقوبات الأمريكية إيران الآن تتعامل مع روسيا والصين ومع المجموعة الأوراسية والهند كذلك بالعملات المحلية وفي تصوري أن التعامل مع السعودية بالريال الإيراني أو السعودي وكذلك مع الإمارات بدرهم الإماراتي إلى آخره هو يمكن أن يفتح الطريق واسعا أمام يعني العلاقات الاقتصادية والاستثمار في إيران إيران دولة واعدة وهي بالمناسبة من خلال محاسبة الجي دي في أو الدخل يعني العام على أساس القدرة الشرائية إيران ضمن الدول العشرين الأولى الاقتصاديات العشرين الأولى في العالم والاستثمار في إيران حسب تقارير صندوق النقد الدولي هي واعدة لكل المستثمرين طيب أستاذ حسين الاتفاق الأخير الإيراني السعودي برأيك أزال كل العوائق التي كانت تعترض طريق أو مسار عودة العلاقات الدبلوماسية أم أنها فترة تنتظر فيها طهران تحقيق بعض النقاط وما زالت بعض الأمور بحاجة للتوضيح أكثر للوصول إلى إعادة العلاقات بشكل كامل لا يمكن أن نقول أن كل سوء الفهم القائم بين إيران والسعودية قد أزيلت بمجرد الاتفاق نعم الاتفاق هو بداية فتح قناة حوار مباشر بين طهران والرياض هو مهم لماذا؟ لأن هذه القناة يمكن أن ترفع أي سوء فهم ويمكن أن تؤسس لحوار لحل أي أزمة إقليمية يمكن أن يتفق عليها الطرفان في حال أنهما مؤثران في تلك الأزمة من هنا أتصور أن البداية هي بداية جيدة بسبب أن قناة الحوار قد فتحت على نصراعيها لأتفاهم بين البلدين في القضايا الإقليمية المختلفة أستاذ حسين يقال أن البحرين ستكون المحطة التالية بالنسبة لإيران وهناك تقارير تحدثت عن أن محادثات بين الجانبين جارية فمذو ثلاثة أيام بحث رئيس مجلس نواب البحريني مع رئيس وفد مجلس شورى الإيراني في المنام سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية والدولية برأيك هي بداية لإنهاء القطيع الحاصلة منذ العام 2016 يعني أولا هناك وفد برلماني إيراني في البحرين بسبب يعني مؤتمر جمعية اتحاد برلماني الدولي نعم نعم ومن خلال زياراته للمسؤولين البحرينيين يعني حكس إلى طهران أن هناك إشارات إيجابية جدا من المسؤولين البحرينيين وفي تصوري أن هذا هو إشارة مهمة والبحرين في سياساتها العامة تتأثر بسياسات المملكة العربية السعودية هذا أيضا مؤثر آخر ضمن هذا الإطار أتصور أن هناك انفراجات في العلاقة بين إيران وبين البحرين في القريب العاجل وهذا الانفراج في العلاقات الإيرانية الخليجية بشكل عام كيف سينعكس على باقي الملفات في المنطقة خاصة أنه عندما نتحدث عن إيران والسعودية نتحدث عن بلدين مهمين في المنطقة ولديهما حجمهما ودورهما في عدة ملفات نتحدث عن سوريا في اليمن وحتى في لبنان هل باتت محسوما أن الملفات الشائكة في هذه البلدان باتت على سكة الحل أم أن هناك عراقيل يعني أولا إيران كدولة أيدلوجية هي تعادي الكيان الصهيوني وإيران وصلت إلى استنتاج أن سياسات التقابل في المنطقة هي تخدم إسرائيل وتسمح لها بالتغلغل إلى المنطقة وإقامة علاقات وتوقيع صفقات بيع سلاح أو ما شابه ذلك لهذه الدول من هنا إيران تريد أولا أن تقطع الطريق على الكيان الصهيوني في موضوع التغلغل إلى المنطقة وأنزعاج هذا الكيان هو يأتي على هذه الخلفية بالتحديد الموضوع الآخر في هذا الإطار هل فتح القنوات المباشرة بين إيران والسعودية يمكن أن يسهل الحل في الأزمات الإقليمية في تصور نعم هذا الإمكان قائم ولكنه غير محسوم لأن حل الأزمات هو بحاجة إلى مشروع لحل هذه الأزمة يطرح من هذا الطرف أو ذاك أو حتى طرف ثالث ويمكن أن يناقش على طاولة الحوار من هنا أتصور أننا اليوم أقرب إلى حل هذه الأزمات رغم أنه لحد الآن ليس هناك من مشاريع مطروحة بشكل جدي لحل الأزمات الإقليمية على طاولة الحوار الإيراني السعودي سؤال الخير أستاذ حسين بعد كل هذه الأجواء الإيجابية وهذا الانفتاح خاصة بعد التوقيع على الاتفاق الإيراني السعودي في بكين ما المعادلة التي رسختها إيران وأي صورة أعطتها لدول المنطقة ودول الإقليم يعني السعودية الآن على رأس محور وهو بشكل أو بآخر مجلس التعاون الخليجي وإيران على رأس محور المقاومة جبهة المقاومة والممانعة في المنطقة أي معادلة أي معادلة بين الطرفين إذا كانت ترسى على أسس إقليمية وتراعي الشعور العام والرأي العام للمجتمعات أتصور أنها تستطيع أن تستمر وأن تكون بداية لتعاون حقيقي بين هذه الدول مع الأسف الغرب كان يضغط بشكل كبير على المنطقة ولكن نحن الآن أمام مشهد جديد السعودية استطاعت أن تخلق هامش لسياساتها المستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان في موضوع أوبيك بلاس وتخفيض المليونين برميل رغم ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وطلب السيد بايدن يعني بشكل مباشر وكذلك هي الآن تصدر إلى الصين ما يقارب المليونين ونصف برميل نفط يوميا وتستلم الأموال بليوان وليس بالدولار هذه قراءة سياسية مهمة سمحت أساسا لهذا الاتفاق باعتبار أن السعودية الآن تريد أن تنتلك هذا الهامش المستقل بعيدا عن المؤثر الأمريكي والغربي الكاتب والمحلل في الشؤون السياسية الأستاذ حسين رويوران شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا كنت معنا من طهران إذا كان أولادكم يشكون لاستيقاظة في الصباح الباكر لارتياد المدرسة فما بالو طلاب منطقة كوبانغ الإندونيسية حيث بدأت الحكومة مشروعا تجربيا يجبر الطلاب على بدء الدراسة عند بوزوغ الفجر هنا نشاهد طلاب الصف الثاني عشر وهم يتوجهون إلى المدرسة في الظلام سيرا على الأقدام أو ينتظرون سيارات الأجرة عند الساعة الخامسة ونصف فجرا مشهد ينسحب على عشر مدارس ثانوية أخرى ضمن خطة أعلن عنها أو أعلن عنها الحاكم فيكتور لايس كودات شهر الماضي تهدف إلى تعزيز انضباط الأطفال لكن المشروع أثار استياء الأهالي الذين يشكون شعور أولادهم بالإرهاق والتعب المشهدية متواصلة لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد إلى المشهدية بعد تحقيق استمر بضعة أيام أصدرت شبكة فرانس 24 قرارا بتوقيف عمل صحفية لبنانية لديها وأرسلت انذارا لثلاثة صحفيين عرب آخرين على خلفية ما تسميه معادة السمية فعلى أي أساس بنت الشبكة هذه التهم وهل نحن اليوم أمام محاولة لتفريغ الإعلام الأجنبي من شخصيات مناصرة للقضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر نناقش هذا المشهد مع مدير مكتب الميادين في جناف زميل موسى عاصي موسى مساء الخير أهلا بك معنا في المشهدية نريد أن نعرف بداية معلومات أكثر عن هذه المنظمة ومنظمة كاميرا وبطبعة الحال هي التي حركت هذا الملف ما هو دورها وتأثيرها طبعا هي تطرح نفسها كلجنة معنية بتحرد دقة حول التقارير الإعلامية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط بداية أحمد قبل الحديث عن هذا الأمر ترددت بالفعل إثارة هذا الموضوع أو المشاركة في إثارة هذا الموضوع وكون الموضوع يهمني شخصيا كون زوجتي هي إحدى الصحفيات أو المراسلات المعنية بهذا الأمر في فرانسفان كاتر ولكن قررت فعلا الفصل بين ما وجه لزوجتي من اتهامات من قبل المنظمات الصهيونية من قبل اللوبي الصهيوني العالمي وبين مهنتي كمراسل الميادين وعلي أن أقوم بواجبي وأنا أتحدث عن الموضوع بكل وضوح وبكل مهنية موقع كاميرا هو موقع أمريكي يقوم بالتطقيق والتحقيق في كل أعمال الصحفيين العرب إن كانوا يعملون في الصحفة الغربية الأوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كل العالم ويحققون بكل ما يمكن أن يندد أو يتهم أو ينتقد إسرائيل بشكل مباشر والتهمة جاهزة دائما هي معادات السامية هذه التهمة وجهت للصحفيين الأربعة على أساس منشورات نشرت لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك منذ سنوات هذه المنظمة عادت إلى العام 2010 للحصول على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي القرار الذي صدر ونشر على صفحة فرانس فانكاتر قبل قليل يقول بأنه تم الاستغناء عن الصحفية اللبنانية أو المراسلة فرانس فانكاتر في لبنان بينما تم الاحتفاظ بالصحفيين الثلاثة الآخرين ما يعني أن التحقيق الذي قامت به فرانس فانكاتر حول هؤلاء الثلاثة لم يظهر كما تزعم المنظمات الصهيونية بأنهم معادونة للسامية وهنا يجب أن نتوقف ماليا عند هذه المسألة ولكن موسى أيضا يجب التوقف عند قرار الشبكة شبكة فرانس فانكاتر طبعا بالإضافة إلى توقيف الصحفية أنظارا للصحفيين الآخرين وهذا يجب التوقف عنده أيضا على أي أساس بنت هذه الشبكة قراراتها في الواقع أحمد لنكون دقيقين في نقل المعلومة القناة قناة فرانس فانكاتر عندما تلقت مباشرة الرسالة من إحدى المنظمات الصهيونية في فرنسا التي نشرت تقرير كاميرا تلقت رسالة بأن هؤلاء هم معادون للسامية ويجب فصلهم محردت عليهم القناة اتخذت فورا وهذه هي طبعا الانتقاد الأول لقناة فرانس فانكاتر بأنها اتخذت قرارا مباشرة بوقف عمل هؤلاء على الشاشة ريثما ينتهي التحقيق أي أوقفت الصحفيين الأربعة عن الظهور على الشاشة بدون أن تتحقق هي مسبقا إذا كانت أقوال هؤلاء أو منشورات هؤلاء وهي موجودة لا تزال موجودة ومن المفترض أن هذه الشبكة فرانس فانكاتر طبعا تعبير معالاة السامية أم لا مفترض أن فرانس فانكاتر تعرف كل الصحفيين لم أسمع سؤال أحمد لو سمعت موسى يفترض أن فرانس فانكاتر تعرف تقريبا كل ميول الصحفيين وما يكتبونه خاصة أن هذه فضل بالتأكيد ولكن فرانس فانكاتر لم تعد لمنشورات الصحفيين منذ عشرات السنين وحتى اليوم لتعرف كل صحفي ماذا نشر في مرحلة مقابل دخوله إلى فرانس فانكاتر ولكن أيضا عليها أن تعرف أيضا بأن هؤلاء الذين يظهرون على الهواء بأي لغة يتحدثون هل هم مهنيون هل ارتكبوا أي فعل معالي للسامية على هذه الشاشة أو تلك هل ما حصل مع دوتشي فيلي يجب أن يعمم في كل أوروبا في كل المحطات التي توظف مراسلين عرب تهمة السامية أعود وأسر على شرح هذه المسألة حتى ولو أرد السؤال في مواضيع أخرى السامية هي ليست إسرائيل السامية هي ليست اليهود السامية هي ليست الصهيونية كلنا ساميون نحن العرب ساميون الساميون هم أبناء المنطقة هم أبناء سوريا وبلاد الشام هم أبناء الخليج هم أبناء بعض الدول الأفريقية أيضا الإسرائيليون أو اليهود هم أقلية من الساميين نحن الأكثرية الساميين فكيف بنا نحن الساميون أن نقوم بمعادات أنفسنا وهذا هو اللقط الكبير الذي استطاعت الصهيونية الدولية تحويره وتلبيسه لبوسا جديدا بحيث كل من ينتقد إسرائيل فهو معادل السامية وهذه المشكلة التي اتخذتها كل وسائل الإعلام في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام وأيضا الحكومات لها مسؤولية كبيرة في هذه المسألة بأنه باتت تعب تعتبر أن كل من ينتقد إسرائيل فهو معادل السامية وهذه المعادلات نحن اليوم بصدرها ونحن نعاني منها هنا في أوروبا وتحت هذه الذريعة موسى كما تفضلت معادل السامية أمام محاولات لإفراغ وسائل الإعلام الأجنبية من صحفيين يناصرون القضية الفلسطينية اليوم بالتأكيد بالتأكيد الصحفيون العرب في وسائل الإعلام الأجنبية هم تحت المجهر كاميرا ليست الوحيدة أو موقع كاميرا الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ليس الوحيد هناك العشرات من المنظمات من اللوب الصهيوني بالفعل هناك جزء من هذا اللوب الصهيوني يعمل على مراقبة الصحفيين العرب وخصوصا الذين يعملون في مؤسسات أوروبية ويريدون من هؤلاء الصحفيين إما أن يلتزموا بما يسمى معايير إتيكية أخلاقية موجودة لدى المؤسسات أو موجودة في العالم وهذه المعايير معناها أنه يجب أن لا تكون معاديا لإسرائيل وإما فأنك سترحل ويمكن أن تكون هناك ضغط من قبل اللوب الصهيوني على أي مؤسسة ألمانية كما حصل في دوتشيفيلي من أجل طرد الصحفيين مباشرة ومن دون أي نقاج هذه المسألة التي يعني اليوم يجب على فرانس بانكاتر وعلى دوتشيفيلي وعلى كل المؤسسات الأوروبية العربية التي تتحدث باللغة العربية يجب أن تطرح سؤال على نفسها إلى من تتوجه هذه المؤسسات هم يتوجهون إلى رأي عام عربي 99% من العرب هم معادون لإسرائيل فإذا أردتم إلى هذه وسائل الإعلام إذا أردتم التوجه إلى رأي عام 99% يعارض الضغط الذي يمارس عليكم وأنتم تردخون لهذا الضغط بشكل مباشر ودون حتى السؤال فهذا يعني أن لا عمل لكم باللغة العربية لماذا لا تتحدثون فقط بالفرنسية والإنجليزية والألمانية وغيرها هناك محطات أخرى تتحدث باللغة العربية موجهة مباشرة من قبل إسرائيل هي E24 تتحدث بالفرنسية والعربية والإنجليزية وبكل اللغات فلماذا هذه المحطات الأوروبية إن كانت في فرنسا أو ألمانيا يريدون فتح قنوات باللغة العربية عليهم أم أن يمولوا فقط E24 الصهيونية الفرنسية أو العربية أو غير ذلك وبذلك هذا الأمر يرتحون من وجه الرأس التي تقوم به منظمات الصهيونية في الضغط عليهم هذه الرسالة يجب أن تصل إلى هذه المحطات أنتم تتعبون أنفسكم تحاولون تغيير الرأي العام العربي من خلال مسار إعلامي ومسار سياسي وستراتيجية إعلامية تفرضها عليكم المنظمات الصهيونية وبالتالي أنتم تفشلون هذه هي النقطة الوحيدة والمسألة العلاقة لها بالصحفيين الأربعة فقط العلاقة بكل الصحفيين العرب الذين يعملون في المحطات الأوروبية باللغة العربية أو بغير لغات هؤلاء لم يردخوا للتطبيع ولن يردخوا للتطبيع شكرا نجزينا لك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا الزميل موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنب ممتع أن نسمع منصات الذكاء الاصطناعي تستنسخ أصوات أقاربنا وأهلنا طبق الأصل لكن الأمر مختلف عندما تصبح هذه المنصات بابا للتحايل المالي فكيف ذلك وما سبل المواجهة الإجابة بعد هذا التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نجيب عن هذه الأسئلة مع ضيفنا الكاتب والمتخصص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ منور محمد أستاذ منور مساء الخير وهنا بك معنا في المشهدية تفضل أستاذ منور طبعا استفدنا كثيرا وما زلنا من الذكاء الاصطناعي لكن اليوم نتحدث عن حالة يصبح فيها البشر ضحية بداية حدثنا لو سمحت واشرح لنا كيف تتم عملية استنساخ الصوت خاصة طبعا إنشاء مقاطع صوتية مزورة والخطير أنه لا يمكن التفريق الصوت صوت مطابق تماما نعم هذه التقنية تسمى تقنية الديب فيك أو التزييف العميق الصوت مثل الفيديو ممكن أنه الحدن يزيفه في تطبيقات وفي أدوات تقنية عديدة تزيف هذا الواقع سواء كان صوتا أو فيديو أذكر على سبيل المثال 11 لابس التي عندما أطلقت منصتها استخدمت صوتا مزيفا بشكل عميق للرئيس الأمريكي جو بايدن وهي نسخة مطابقة إلا أنه للأمانة لم يتأت عندما عرضت هذه الوثيقة الصوتية على منصتها أما في سبو الكشف هذه التقنية بالتأكيد لأن هناك أمور احتيال كما تحدثنا سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد المؤسسات كأن يتصل قريبا ما ب لنقول حدا تصل بسته ويطلب المساعدة المالية نعم بطبيعة الحال الكبار بالسن لن يقوم بالتدقيق قبل أسال المال وقد حصل أيضا قبل ثلاث سنوات رأيت في التقرير 11 مليون دولار خسائر منذ ثلاث سنوات حصل احتيالا في بنك في هونج كونج عندما اتصل عميل مستخدما هذه التقنية بهذه الطريقة نعم هذه الطريقة وطلب تحويل مبلغ 35 مليون دولار بعملية استحواذ وارفق ذلك طبعا ب ايميل مزيف وعبر ذلك على المدير البانق قلت حضرتك منذ قليل انه يمكن كشف هذه الطريقة كيف يمكن للأفراد يكتشفوا انه هذا المقطع مزور نعم اول شي لازم يدقوا بمصدر هذا الصوت يعني اذا حدا اريد اتعرض للي كفرد اتصل في رقم المتصف نعم اول شي لا حتى رقم يزيف بهذه الأيام ونذكر ذلك بمحكمة الرئيس الشهيرة رفقة الحريري انا ما قيل ان الشرائح السيمكارد قد تكون مزيفة لا نحن الشخص موجود حي يرزق فينا نخلي الاتصال ونقوم بالاتصال به من هاتف آخر كل بيت فيه اكثر من هاتف هل هو هذا الشخص يتحدث الينا او اذا سكرنا الخاطر نجعل اتصل فيه قبل ما نقوم بأي عملية تحويل لهذا الشخص اليوم بتقلي طيب انا بدي أرسله كيف ممكن معنا بسلله على اسمه كيف يستلم المصاري صح او لا ممكن محامي يقول الشخص انه انا وكيل هذا الشخص وهو مسجون ووده ان اخرجه من السجن فرجان اسال لي المبلغ ادفع له الكفالة المالية طيب كيف ننور كيف يمكن ملاحقة هؤلاء الاشخاص الذين يحتلون على الناس ويسترقون اموالهم من الناحية القضائية كيف يمكن مقضاتهم لازم نقشف نحن كيف يعني هذا النص هذا الوديو هو مزيف بطبيعة الحال الافراد ما عندهم هذه القدرات يجب اثبات ان هذا المقطع الصوتي مزيف بطبيعة الحال اليوم اذا تذكر انا رئيس الامريكي بال2016 عندما كان هناك مقطعا صوتي فيه احاء جنسي وإساءة جنسية الى المذيعة في غرفة المكياج فهو نفى ذلك وقال هو باستخدام الذكاء الاصطناعي فما فيك تكشف فعليا هذا الموضوع لكن هل يمكن ان نحمي انفسنا من الوقوع في هذا الفخ يعني لكي نتجنب استعمال صوتنا وتزويره بطبيعة الحال التقنية بدأ تقريبا من 10 ل20 ثانية هذه المدة كافية نعم 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 فنحن اذا شخص ما بنعرفه طلب مننا تسجيل صوتي معين بعثنا على الواتساب ما بنعرفه طلب مننا صوت لمن ما كان نعم نتوقع الحزر بهذه الأيام ويجب التفكير في أي خطوة يمكن أن نقل صح للأسف في عالم يجب أن نتاب فيه من أي أحد لا نعرفه أو قد نكون نعرفه شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلمات التي قدمتها لنا وعلى المشاركة معنا في المشهدية الأستاذ بنور محمد الكاتب المتخصص بالذكاء الاستناعي شكرا وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المشهدية لهذه الليلة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة